موسيقى مساء الخير سمانة كتير عن مشاكل وكوارث بتحصل بسبب الجواز العرفي في مصر زي إن الزوج يطلع ندل ويسرق من مراته عقد الجواز اللي مش متوسق طبعا وتبقى كده قدام القانون والدولة مش على زمته مفيش حاجة تثبت حقوقها أو إن الزوج هتخلف والقب ما يرضاش إن هو يعترف بابنه أو بنته ولو مات قبل ما الموضوع يتحل يضيع حق الطفل في النسب والميراس سناء بطل القصة حقيقية النهاردة فتحت عينينا على أزمة جديدة من أزمات الجواز العرفي المصايب اللي بتيجي من وراء كتير قوي لما بعتت تقول لنا إيه بقى الحقوني أبويا جوزني عرفي عشان السن والجوزي مات قبل توصيق العقد عشان نفهم المشكلة كويس ونحاول نسعيدها تعالوا نسمع الحكاية من أولها ونشوف سناء بعثنا تقول لنا إيه اسمي سناء وعندي 18 سنة والقصة بدأت من 3 سنين كان عندي وقتها 15 سنة وفي يوم جارتنا جات تخبط علينا وقالت أنا عايزة سناء لابني الصغير كان سن وقتها في العشرنات وجارتنا دي طول عمرها كويسة معايا جداً وكانت بتحبنا وبتيجي عندنا كتير ولما والدي قال لها بس سناء لسه صغيرة قالت له ماله نخطبها وربنا يسهل وبكرة الأيام تجري بسرعة وسناء تتم 18 سنة وفضلت تلاحى علينا لحد ما وفقنا وبعد الخطوبة أنا وخطيبي حبنا بعض هو كان بيحبني قوي وما كانش فيه أي اختلاف ما بيننا نهائي اتخطبت سنتين وشوائي وفي فترة الخطوبة كنت بروح أعمل لحماتي كل حاجة عشان أثبت لها إنها في مقام أمي وإني هبقى بنتها مش مرات ابنها حتى لما كان بتحصل مواقف مش حلوة منها وترميلي كلمة كده ولا كده كنت بعديها عشان ما تحصلش مشاكل لحد ما في يوم لقيت خطيبي وحماية وحماتي جاي لنا زيارة في البيت وفتحوا أبويا إن ابنهم عايزي تجوزني أبويا ساعتها اتاخد وقال لهم بس البنت لسه صغيرة وما تمتش السنة القانوني فحماتي قالت له هي خلاص قرابت تتم نجوزهم دلوقتي على السنة عرفي ونفرح بيهم وكلها كم شهر والبيت التمت 18 وساعتها نبقى نغير العقد العرفي ده ونخليه رسمي وبعدين يا حج لحنا أول ولا آخر ناس بتعمل كده وحاولين ناس كتير عاملين كده وعايشين مبسوطين فابويا قال لها افكر وارد عليكم فحماتي بعتت لنا ناس كتير قوي عشان ابويا يوافق وفضلت تحلف انها هتشلي في عنيها وان الموضوع بسيط ومش محتاج تعقيدات من هنا لهنا بابا وافق واتفقوا أول ما تم السن القانوني يكتبوا رسمي على طول وتجوزنا اتجوزت وسكنت مع جوزي في حتة بعيد عن بلدنا شوية بعيد عن بيت أهلي وبيت أهله وكان بيتعب في المواصلات وبيصرف فيها كتير مع انه يعني كان شغال في شركة ومرتبه مش قد كده لكن مش هي دي المشكلة المشكلة كانت ان حماتي بعد الجواز اتغيرت معايا 100% وكل ما كانت بتيجي تزورنا كانت بتحاول تقوم جوزي علي وكانت بتغير عليه مني لدرجة انه في مرة كان قاعد جنبي قامت زعاقت له زعاقت له وقالت له تعالى قاعد هنا جنبي ما كانتش عايزايا يعيش معايا كانت عايزايا يقعد معاها هي بصراحة جوزي في الأول كان كويس بس كان بيحاول يرضيها كده وكده قدامها وبيني وبينه يصالحني ويقول لي معلش دي ستة كبيرة وانتي مراتي حبيبتي اللي مليش غيرها وانا كنت بسكت عشانه كنت كل ما اعمل أكل كانت تقعد تعيبلي عليه وتقول لي انتي ما بتعرفيش تعملي حاجة وعلى طول مكشرة في وشي لحد ما في يوم جوزي لقى شققة حلو في البلد وقال لي أمه الشققة دي لقطة وكمان حنقل وبقى جنبك وفجئت يومها ان حماتي ما رضيتش ان احنا ناخدها وقالت له لأ احنا صرفين على الشققة اللي انت ساكن فيها دي شقو شويات واستلفت لحد ما وضبتها لك هي امرتك اللي بتمشيك ولا ايه وفي يوم انتهزت الفرصة ان جوزي في الشغل وفضلت تزعق معايا وشتمتني وقالت هوبني بيسمع كلامك ليه شكلك سحراله وعمل له عمل مش بعيد عليك بيقابليني لو خادلك الشققة دي قلت لها الشققة دي في مصلحتنا عشان نوفر اللي بنصرفه في المواصلات وتنرفزت عليها وقلت لها عمل ايه والسحر ايه اللي بتتكلمي عنهم ما تحسبي على كلامك انا وقالي بنعرف ربنا وما نعملش كلام فاضي من ده ابنك هو اللي عجبته الشق وهو اللي اتفع عليها واخدها مش عاجبك روح اخديها منه انا مليش دعوة انا يا دوبك باخد مصروف البيت منه ومليش علاقة باي حاجة تاني عشت معها شهور صعبة قوي كنت بعاني فيهم وكنت مستحملة عشان خاطر جوزي بصراحة ولما كارب بتزعلني جوزي كان بيجيبلي حق عشان انا ما كنتش برد عليها وكمان ابنها الكبير كان بيعزني زي اخته اكتر بسبب اني كنت باحترمه وبقدره وكانت العلاقة بيننا جميلة وطيبة وهي كانت بتتدايق وتقولي انت اخدت مني عيالي الاتنين حما صعبة جدا ايه لحمة دي طب قبل الجواز كانت بتقول ان هي هتشيلها في عينيها دي زي بنتي بعد الجواز كم شهر قلبت عليها تعالوا نكمل اكيد هيظهر اكتر واول ما تميت السنة قانوني ابويا بعت لأهل جوزي يفكرهم بالاتفاق اللي ما بيننا وكانت المفاجأة انهم ما رضيوش يكتبوا قالوا اصلحنا معناش فلوس دلوقتي واول ما ربنا يسهل ويجي لنا قرشين هنكتب على طول فاصبرنا عليهم شهر كمان وبرضو فضلوا يلوعون وما يرضوش يكتبوا رسمي فابويا اتكلم مع جوزي كلام جامد وقال له انا لحد دلوقتي مستني ابوك ينفذ اتفاقه معنا بالحسنة بس لو ما كتبش كتابك على بنتي رسمي انا هاخدها منك وفي الفترة دي جوزي كان قاعد من الشغل والدنيا مزنقة معاه وطبعا كانت الاعصاب مشدودة فاتخنقنا بسبب المصاريف عشان كنت دخلها جمعية ب300 جنيه في الشهر وكنت بدفعها من مصروف البيت وفي مرة البيت ما كانش فيه اكل وفضلت انا وجوزي لحد بعد العيشة من غير ما نحطه لقمه في بقنا وبعد قداني العيشة جوزي نزل وسابني لما ماما كلمتني في التليفون وعرفت بلا حصل قالتلي تعالي يا بنتي عندي ورنت عليه قالتله تعالي يا محمد انا عايزك ولما جي كان اول مرة في حياته صوته يعلى على امي وتخنق معها جامد فامي قالتله انت بتزعق وتتخنق ليه هو انا قلتلك حاجة غير الاصول اعمل لبنتي مصروف 20 جنيه كل يوم او 10 جنيه 10 جنيه ليها هي و10 جنيه لك جامعية قال لها لا كده كتير علي قالتله 20 جنيه كتير قال لها اه المفروض بنتك متاخدش مصروف انا هجيب لها كل حاجة البيت وخلاص بس ماما قلتله ماينفعش لازم بنتي يكون معها مصريف ما تجيب حاجة البيت وتدفع جامعيتها افرد سبتها في مرة طول اليوم من غير اكل ما كانتش في حاجة تاكلها زي ما حصل قال لها انا ما قلتلهاش تخش جامعيات وخلاص بنتك عندك وخد بعض وماشي فضلت غضبانة اكتر من اسبوعين معرفش عنه اي حاجة وابن خالتي كان معاه في الشغل جيف يوم لقيته بيرن علي بيقولي جوزك عمل حادثة صوتت قوي ما سمعت الخبر بس ابن خالتي فضل يطمني وقال لي ما تخفيش هو كويس دي بس التجلطات بسيطة وعلى طول بلغت ابويا وحماتي والده ما كانش موجود فابويا هو اللي راح خده وجري بيه على المستشفى واتحجز هناك وعملوله عملية في وقت ما كنت منهارة وبعايت حماتي فضلت زعق معايا وتقولي كفايا تمثيل بقى لحد ما جالنا خبر وفاته بعد اسبوع بقى لله يا سناء ربنا يرحمه ويخفر له ويصبرك ويصبر أهله ويعينك على اللي جاي بتاعه نسمع أكتر بعد الوفاة حياتي اتضمارت تماما خدت عزة جوزي عند حماتي وحماية وأول مفاجأة حصلت كانت تالت يوم العزة يومها لقيت عم جوزي جاي وبيقولي بعد الشهور العدة هنجوزك أخوه ساعت أفضلت أسرخ جات لي حالة نيور ويريت الأمور وقفت لحد كده حماتي بعد الوفاة فضلت تقول علي أني كنت عارفة أن جوزي تعبان وما قلتش لحد عشان كنت عايزة موته وخالته عمت على العمها بقيت تقول علي كلام صعب قوي ولما رحت أزور جوزي في قبره لقيت حماتي وأختها هناك وأختها حماتي فضلت تشتم فيها وتضي علي وتقول لي حسب يا الله ونعم الوكيل منك لله وجم بعديها على طول عشان عايزين هدوم جوزي من الشقة فروحت فتحت لهم الشقة لقيت حماتي داخلة تلمي الهدوم كلها اتحيلت عليها تسيب لي أي تي شيرت أو أي حاجة من ريحك جوزي ما رضيتش وقالت لي لأ بعدين فتحت التلاجة وقالت لي يا الحاجة اللي في التلاجة دي أنت اللي جايبها وقالت لها لأ قالت لي طب لامي الحاجة اللي في التلاجة وهاتيها خدت الخضار والجبنة والفراخ وكل حاجة لحد ما لقيت سمنة بلدي ماما كانت جايبها جايبها لي في الموسم قالت لي لأ سيبي دي سيبي السمنة دي مش بتاعتنا مش إحنا اللي جايبينها قلت لها آه ماما اللي جايباه بس أنا مش عايزاها أنا شبعانة خديها أنت قالت لي أنا هطلعك من مولة بلا حمص وكانت عايزة تاخد الخاتم والدبلة بتوع شبكتي وكمان تاخد العزال بتاعنا رغم أني سألت شيوخ كتير في القصة دي وكل ما سأل حد يقولي دا حقك المصيبة الأكبر أنهم سيبني متعلقة من غير ما يوثقوا عقد جوازي العرفي من جوزي الله يرحمه العقد العرفي اللي معانا يا سلي من ورقتين ورقة مع حماية ورقة مع بابو لما بعثنا الحماية قلنا له لو عايزين العفش خدوه بس وثقوا العقد العرفي كان حماية يقولنا ماشي ويتوه في الكلام ويفضل يعدي يفضل يعدي في الأيام من غير ما يتحرك والحد دلوقتي ما وثقناش العقد لحد ما ناس قالت لنا دا هما رفعين قضية تعويد على شركة جوزك ومش عايزين يوثقوا العقد عشان انتي ما تخشيش معاهم في التعويد لو هما كسبوا القضية واتحكم له وأنا والله مش عايزة تعويد ولا ألف حاجة هتعوضني عن جوزي كل اللي عايزاه أني أوثق العقد ويطلع لي أسيمة جواز وشهدت وفاة عشان أثبت أني كنت متجوزة تعبت ومش قادرة أتحمل كل اللي بيحصل لي كل دا وأنا لسه سني 18 سنة قولولي أعمل إيه؟ خلصت بقى إيه؟ رسالة سناء بنعمل العاملة بعد كي نقول قولولي أعمل إيه؟ رسالة توجع القلب عملتي مشاكل كتير قوي سناء عدتي كتير قوي طب هتعملي إيه؟ مع أهل جوزك اللي مش عايزين يوثقوا لعقد العرفي عشان ما تخشيش معهم في قضية التعويد اللي رفعناها على الشرك طب في حق قانوني هيحفظ لها بقى حقها بعد ما جوزها ميت طب الدبلة والشبك من حقها ولا لا؟ طب دي تعمل إيه عشان تتجاوز تاني أو عشان تعيش حياة طبيعي يعني لما هم دلوقتي بقول لهم خدوا العفش ووثقوا العقد بقينا إيهنا لتحت درسهم يا سناء بس هنحاول نتصرف أسئلة كتير قوي هنحاول نجاوب عليها